وفي إطار موصلة تحقيق الارتقاء باستثمارات قطاعية النفط والغاز والذي يتوافق مع رؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارا يخضي بعادة تشكيل مجلس إدارة شركة تطوير للبترول تطوير وبهذا المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على همية تفعيل دور قطاعي النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 مبينا سموه أن جهود شركة تطوير للبترول تطوير سوف تحقق المزيد من المكاسب متمنيا سموه التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الجديد في دعم مسيرة المملكة اقتصاديا ودور شركة تطوير للبترول الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية المستدامة لقطاع النفط والغاز وينص القرار بتعين كل من السيد فيصل محمد المحروس رئيسا لمجلس إدارة الشركة وبعضوية كل من السيد مارك توماس السيد مازل محمد مطر السيد علي حبيب قاسم المهندس غسان علي لمهنة المهندس عيسى علي جناحي وينص القرار الى ان مدة العضوية في مجلس الإدارة الجديد هي سنتين تبدأ من تاريخ صدور القرار ترجمة نانسي قنقر